السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناة حلويات اسمالي وان شاء الله سنقدم لكم الكعكل خامر او الكعكل وجدي اللي كيجي من السم بالزرارع وكيجي خفيف وطب بزاف حل القرص او كيجي عاد حسن من القرص يعني كيجي بنين ومن السم بزاف بالجنجلان وبالزرارع نتمنى ان الوصفة دياليوم هي الاعجابكم فرجة وممتعة اذا على بركتي الله دائما في القصرية او في العجانة كنديرو هنا 600 قرام من الدقيق الابيض يكون نوع ممتاز 600 قرام او 6 ديال الكؤوس ديال الشاي كندير حفرة في الوسط كندير فيها بيضة كعس ديال السكر يمكن لكم تحكموا في الحلاوة على حسب الدوق رشام زيانة ديال ملحة وقدينزيد كذلك نصف كاز ديال جنجلان محمر او مطحون جيدا احنا غضي نضيف يعني حاجة اللي مهمة جدا في هذه الوصفة هي الزرارع او الخلط ما بين النافح بتحلاوة او البسباس اللي كنصغدوهم شي في المقلاء وكنتحنوهم جوج مع الكبار عندي واحدة شاي ديال الخميرة ديال الحلويات واحدة شاي ديال الفاني كنزيدو معلقة مع مراش ديال الخميرة ديال الخبز الفورية او الطارية اللي موجود عندنا اولا حسب الجو يمكن لكم نقصه وتزيدو على حسب حرارة ديال الجو وكاس ديال الزيت النباتية كنديرو كذلك في الوسط كيفما العادة المقادير بالقرام و بالميلي لترا ديال قهون في صندوق الوصف هنا يصفي كنبدا نزيد في الحليب الدافئ وانا كنخلط في الوسط هكا كنحاولو انا نندمجو ديال مكونات اولا ونحاولو انا ندوبو شي داك سكارة و ديك سنيدة كنبدا ننخلطوه مع الدقيق يعني باقي المكونات احنا كنجمعوه في العجين حتى كنحصلوه على واحد العجين يكون متماسك انسباب لكمية ديال الطقيق اللي غادي نقفوه من ديال الحليب اللي غادي نخلفي باقي المعتنى في العجين غادي نخليها لكم اه في صندوق الوصف يهال مهما غادي نبقونا ننضيفو الحليب حتى كنجمعوه حتى كنجمعوه بالعجين متماسك نحاولو ندلكوه شوية ومن بعد أبقاؤ منعجنوه على الطريقة ديال الخبز تماماً يعني كنرشوشي ديال الحليب وكنعجنوه حتى كننخفوه العجين حتى كن نحصلو به أنه تعجن ونحصل على عجين لا زيج في نفس الوقت لا يكون جاري هنا سوف نغطيه نغطيه بالزيت ونغطيه بلاستيك ونجعله لجنب مكان دافئ حتى يخمر ونضع في الحجم هنا العجين من بعد ما خمر نرشه ونحاول أن نفرغ من الغاز اللي تجمع فيه من بعد ما خمر دائما نخرجه الهواء أو الغاز اللي تجمع في العجين باش نقدروا نتحكموا فيه سوف ينجزوا مباشرة باش نبدأوا نشكله فكن نرشه سطح العمل دينا بشوية ديال الطقيق ونبدأوا نشكله حرابل على هات طريقة هذي باش نشكله منهم دبليج اللي غادي نصيبه منه الكاك ديالنا كان قطع بنمقص الطرف وكنلسق فيه طرف الاخر ديال العجين وكان هز الدبليج ديال العجين وكنوضعه في الصينية اللي غادي تدخل الفران تكون مدهونة بالزيد او تكون مفرشة بالورق ديال طي نقمصها مرة دائما بنفس الشكل حتى نكمل العجين اللي عندي يمكن لكم تقسموا العجين على شكل كوايرات وعدت بدأوا تحربلوه انا جاتني هالطريقة اسهل فكن قطع العجين مباشرة وكنو بدأ نشكلوه فهنا من بعد المسائلات كيفما كتلاحظوه هنبعدو ما بيناتهم شوية وكنو اخذو مقص ديال المطبخ وكنو بدأو نقطعو العجين على هاد الشكل هادا باش نعطيوه الشكل ديال الكاك التقليدي يمكن لكم تقطعوه بالموس او تقطعوه قبل ما توضعوه الكاكة ديالكم في الصينية انا هالطريقة كديني اسهل فا غادي نقام استمرها هكا حتى نكمل كذلك كمية اللي عندي كمية اللحظة فاش كانساليوو كان نغطيوها هاد الكاكات وكانخليوهم حتى يخمروه مزيان ومزيانو ندعو الحجم ديالهم ضروري باش عضي يجينا هالكاك ديالنا خفيف او كنجيب هنى يهال البيض او حبة ديال البيض اللي استعملتان استعملتها حبة كاملة يمكن لكم تستعمله غير صفر البيض انا فضلت استعمل حبة كاملة مكان لاش نضيعو البياض او كان دهننا العجين او كان دهن الكاكات كذلك طنعت أن نضم إليه اللون وهذا هو الشكل النهائي يجير الطب بزاف بزاف ويجيه شيش كيف ما تلاحظوا معي وبنين في نفس الوقت نتمنى ان هذه الوصفة اليوم تكون نعطي اعجابكم ونتمنى انكم تجربوا هاي اذا عجباتكم ما تنساش كيفما العادة ديروا جام واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات ما تنساش كذلك تعليقكم الرأي علي دائما تشجعني نعطي المزيد والمزيد شكرا بزاف المتابعة ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله